قبل من فوض بالتفاصيل، هالخطة فيها ثلاث إيجابيات أساسية أو بالأحرى، ثلاث إنجازات أولاً، لأول مرة بتاريخ لبنان بيصدر مستند رسمي بيوصف المشكلة الكبيرة يلي واقعين فيها وبيقدر الخسائر بمصرف لبنان بنحو 50 مليار دولار بللف ودوران تاني إنجاز هو إنه واجهة الواقع لا خيار لمعالجة مستويات الدين القياسية إلا من خلال إعادة الهيكلة وحسن جزء منه تالتاً، والأهم أكدت لازار على أهمية الحصول على دعم خارجي لسلما دعم صندوق النقد الدولي وسادر سجل على www.lbcgroup.tv عمول سبسكرايب على الويبسايت وحضار كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشرة سات لبدك نزل الابليكيشن للبسي آي وخليها عطول معك اشتركوا في القناة